اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فازت بالمركز الاول في الدور الماسي بسباق 400 متر في العاصمة الايطالية روما لتحرز افضل زمن لها بهذا الموسم واكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ان هذا الانجاز الجديد لالعاب القوى البحرينية بصفة خاصة جاء ليؤكد من جديد سلامة الخطط والبرامج التي يتبعها الاتحاد البحريني لالعاب القوى في سبيل تحقيق المزيد من انجازات المشرفة لمملكة البحرين وضف سموه لقد كانت العداء سلوعيد خير سفير للمملكة في الدور الماسي بعدما حصلت المركز الاول ورفعت راية البحرين عاليا الامر الذي يؤكد من جديد بان رياضة العاب القوى ماضية في رفعة وعلو اسم مملكة البحرين في مختلف المحافل الخارجية كما انها برهنت عن مكانتها على مستوى العالم لتسطر اسمها بين كبار العداءات في سباق 400 متر وضف سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ان الانجاز الجديد سيدفع مجلس ادارة الاتحاد لتقديم المزيد من الدعم والرعاية للعداءون والعداءات لمواصلة مسيرة النجاحات المتميزة للرياضة البحرينية مبنيا سموه اعتزازه باستمرار تحقيق الانجازات النوعية والتي تعكس الجهود الكبيرة التي يفذلها الاتحاد والاطقم الفنية والادارية واللعبون في سبيل رفع راية المملكة خفاقة في المحافل الخارجية اشتركوا في القناة